فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين كيف هذا؟ وهل يمكن أن تشتعل الأحجار وتصبح وقودا لنار؟ قام أحد الناس برمي حجر كبير في أحد البراكين الخامدة واشتعلت النيران واستوقدت بحجر واحد وهاج البركان وصارت الحجر وقودا فإن كانت نار البركان الخامد قد ثارت بحجر واحد فكيف بجهنم التي أعدها الله للكافرين؟ أعاذنا الله وإياكم من حرها وهنا يكون السؤال أين تقع نار جهنم؟ وما هو مكانها؟ في مسند للإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقيل أن وفدا من نجران سأل عمر إن كانت الجنة عرضها كعرض السماء والأرض فأين النار؟ فقال عمر إذا جاء الليل فأين يكون النهار؟ البعض يقول إن جهنم في جوف الأرض فهل هذا صحيح؟ قال الله تعالى إن كتاب الفجار لفي سجين وكما جاء في الحديث الميت إذا احتضر يقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين وروى البيهقي بسند ضعيف عن ابن مسعود قال الجنة في السماء السابع العليا والنار في الأرض السابع السفلة مستدلا بقوله تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين وأكمل إن كتاب الفجار لفي سجين وقال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سمي الخياط واستدل بعضهم بقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فإذا كانت أرواح الكفار في البرزخ تعرض على النار صباحا ومساء فإن جهنم في الأرض وكما هو معروف أن سجين هي أسفل الأرض والدليل على ذلك قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وفي حديث صحيح أن الحشر سيكون إلى الشام عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشام أرض المحشر والمنشر قال المفسرون أن الشام هي البقعة التي يجمع الناس فيها إلى الحساب وينشرون من قبورهم ثم يساقون إليها وتبقى هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله فإن أصبنا فبتوفيق من الله وما كان من خطأ أو ذلل فمني ومن الشيطان وقبل أن تغادر لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة